لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام عثم يشكر لما تذل روحك قل يا ربي سلام سلام حبيبيتي كاراكم دايرين ان شاء الله يا ربي قاعد كونو غاية وانتي وما تشوفو في هاتلا فيديو مرحبا بكم الزينات مرحبا بقاعم اشتركتي البافيات وليها تشوفي قناتي لاول مرة رحب بها وكما العادة نقول لك حبيبي تدربي تلاف القناة تشوفي الفيديوهات تشوفي المحتوى إلا عجبك معلقين تدعمينا باشترك بتفعيل الجرس هكا باش يصلك كل ما هو جديد وانتو ما تزيلات ما تنسوش خلونا ليجام هكا باش الفيديو يتلعوا يدي حقا في المشاهدة وتاني بارتاجوا لي مع احباباتكم مع العيلة هكا باش كل واحدة جديدة ان شاء الله تدخل وتنضم معنا وزيد تستفاد أكثر وأكثر من بين المواضيع اللي راني نلقاها سواء في الميساج اللي هم يوصلوني ولا حتى في التعليقات هي بيت الخزين كيفاش نكون مقتصدة في داري كيفاش نتحدى نفسي وكيفاش حتى ي يكون توافق ما بيني وبين الزوج التاعي لأنه زوجي ما يقبلش انه ندير التحديات نقول لك ما تروحيش بعيد قودي معي في هاد الفيديو لأنه راح فيه فايدة كبيرة بزب 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 درت لكم شحان ما موضوع في موضوع واحد أول حاجة غادي نترقوا ليها اللي هي بيت الخزين بيت الخزين المفهوم متاعه هو انه يكون عندك مواد ما تحتاجيهمش مثلا راحة تدسيهم إلى وقت الحاجة إليهم وش معناها بيت الخزين هو مثلا هاد الشهر حتي جبتي زوجي باكي تاع قهوة وجبتي زوجت على اللي فيغ وانتي في الاصل محتاجيتش زوج احتاجتي واحدة برق بالنسبة لللي فيغ ثاني احتاجتي مثلا واحدة برق أنا أعطيكم دي هنا اكزامبل برق صعي الزينات اهلا وش راح تديري بيت الخزين هذا رايح اي حاجة تكون زايدة عندك ولا فاضل عليك ترحي تدسيها في هاد البيت الخزين هاد البيت الخزين ميدسوش به بالقران راني نشوف ما غادي نعمم وما غادي نجمل كما نقوله غادي نعطي رايي بكل صدق نزدقية اني نشوف بعض الاخوات توري بيت الخزين ستقوني انا عن نفسي اعتبره محل بالنسبة لي حانوت مشي بيت الخزين لا الزينات مشي لهذا الدراجة مشي انه نروح وانا ديرا ديش تقسيم الشهرية تاعي نروح ندس فاردو تاع سكر فاردو تاع قهوة فاردو ما عندي شعر سولة ملومة اللي حبيبتي بيت الخزين يكون في حدود المعقول الجدات كانوا بكري يديروه كيفاش يديروه مثلا انت قضبي عندك ثلاثة قهوة دسي واحدة دسيها وديري حسابك يشغل هادي طايف ضيف يجي على غفلة دسي واحدة سكر دسي حاجة كي معها كل ابنت وكل شهر وباركته شهر هادا دسي تي واحدة شهر جاي ممكن دسي زوج وهي رايحة سايزي ناس بالنسبة للتحديات وقع اول حاجة باش تدخلي في هذا المجال تعال ايدي خار والتحديات لازم يكون كاين تفاهم ما بينك وبين الزوج تاعك لازم تجمعي انتي وياه تفاهميه ويفاهمك وتكون يعارفة كيفاش رايحات تبدو تسيروا هال الميزانيات التحكم خاصة اللي عندهم دخل واحد اهم حاجة في هذا التحديات هي التفاهم ما بين الزوج والزوجتها تاني حاجة لازم معرفة الاولويات والاساسيات كل حاجة جمعوا وتهضروا عليها مثلا القهوة السكر الطمطس على القوطي الفارينة الزيت هذو قاعرهم يعتبرون بالنسبة لي اولويات والباقي رايحة عبارة على كماليات احنا نهضروا على الاولويات اللي لازم نحتاجوهم احنا ووليداتنا تاني اوكي اه تالت حاجة اللي هي التقسيم الصحيح عندك شهرية ولا الزوج تاعك عندها شهرية لازم لك تقسيم صحيح باش تعرفي الديري قهد السوال حلاني نهضر عليهم متلا كين اخوات وصلوا معي قاتلي انا خدامة ورجلي خدام ومدر نوالو بالشهرية وتكمل لنا قبل ما يكمل الشهر حبيبتي الخطأ راح في التقسيم لازم انه تعتمدي تقسيم وكين اخواتاني يتواصلوا معي قاتلي كنت غرقة في الدين وماشي عارف كيفاش اندي الحمدوله بعد ما نشت التقسيمات توعك جربت انه شهرية واحدة نخدموا بها وشهرية الاخرى ندسوها قاتلي قدرت انه نكمل خلاصي تعدين وحاجة كماها كوصة في جون بليزق الانسان برك يعارف كيفاش يسير حياته على حسابه هو ماشي نروح نتبع قناة دار التقسيم وهذا التقسيم ممكن انا ميناسبنيش وندير كيفها اللي حبيبتي انا نعطيكم المبدأ وانتو ما تبقوها على حس حاجة واحدة اخرى لبنات الاستراتيجية لازم كل واحدة تبع الاستراتيجية اللي تناسبها كما قلت لكم مشي اندي يقولي من عند ناس واحدة اخرين وانا هذيك لا ممكن ان الاخت هذي اللي دارتنا تحدي ولا تقسيم ولا انا عندها راضيع وانا ما عنديش ممكن عندها مصرف متلا الاطفال ليقروا وانا ما عنديش المهم هذو قاعدوهم بعين اعتبار تاني الجدوى الاسبوعي ناصيحة لبنات اللي بغا تدير تقسيم الشهرية تزيد مع الجدوى الاسبوعي تعال الوجبات راي يعاونها بزف بس قل صح على بان هذي كتا كل نهار وبركتا وربي سبحانه هو الرزاق احنا ما رانيش كافرين انا مستلمين صح ربي تاني قال لنا لازم الانسان ما يكونش مبذر لانه المبذرين كانوا اخوانا الشياطين هذو دوهم تاني لبنات بعين الاعتبار وتحديات اليومية والشهرية اللي راكم تتقسيم عليها هذو يجوها لحساب المدخول تاعك اذا كان زوجتاك عندها مدخول يومي اوكي حبيتي معناها هذو السوال حالين نظلك ليهم كما هذو بيتلخزين وهذه يوميا انهار تدي وحدة ملح ودسيها انهار بطا قهوة ودسيها فهمتوني لبنات هذو لازم على حساب الشهرية انتع الزوجتاك ولا المداخل اتحكم حاجة واحد اخرى بالنسبة الادوات النظافة اللي نقدروا انه ندسوهم في بيت الخزين مثلا كما راكم تشوفوا اعزاكم الله هذو الجفاف وهذو المصالح اوقع انا وانما نخرج نشري نلقى ندي واندسوهم في بيت الخزين دفوة يكون عندي اهلوغ نحتاج ما نروحش البيت الخزين نروح نشري صحي فهمتوني الزينات ومين داك ما يكونش عندي ولا حتى الزوج تعي ما يكونش كاين في الضاروقة ما عنديش اللي يشريلي نقلع من بيت الخزين بالنسبة لي انا ديراته جاري لكي نحتاج ولا المحل التاعي انا لكي نحتاج نروح ندي من عنده وكي يكون عندي بالفائض نروح نزيد ندس فيه صحي الزينات وحاجة اللي نأكد لكم عليها تاني هي المشاريع كنتي ما كيته في البيت ولا حتى زوجتاك عندناه مدخل واحد تجربي انه ديري المشاريع المنزلية لهم كاينين لبنات سواء داخلية ولا الخارجية تقدري خدمي لقاطو داخليا وتبيعي في دارك كما ممكن خارجيا بنات راهم ما شاء الله يشيروا سوالح بالجملة ويعودوا لهم البيع على برا ولقاوا نتيجة روعة حاجة واحد اخرى تاني بغيت نوريها لكم لبنات را هي عبارة على واحد اللي زاستيس نعطيهم لكم انا عن نفسي راني نخدم بهم هي هاد الجافل وهاد الصانيب والبنات راهم كاينين را كاين ناس تعمر الجافل شوفوا لبنات ليقولكم ما فيهم شريحة ولا ما ينقوش روعة 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 برك جربوا تشروا النوعية المليحة بسكاين اللي كتروا فيهم الموقع النوعية ما يجيش مليحة وكاين لنوعية ستكوني روعة خاصة هاد الصانيبو اخدموا بهم هادة تاني را اقتصادي 100% ورا كاين لبنات في قاع 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 الولايات انا بالنسبة لي مكاش ولاية ما فيها شهاد الصانيبو اللي را يتعمر والجافل بالنسبة للجافل اللي عمروا القرعة تخمسة يطروا ب5000 والجريزي اللي ولا الصانيبو اللي عمروا القرعة تخمسة يطروا ب1000 كاين ازيس تع المواعين ما انا جربتها مع جبنيش خفيف بزاف ما يخسرش غاية المواعين من الاحسن اشري ازيس عادي وتاني كاين تاني تع الملابس ما انا سان صانيبو ما اعجبنيش برك عجبني الصانيبو عندهم واعجبني الجافل هادو اللي بنات بعض النقاط بغيت نأكد لكم عليها خاصة اللي راها دخلة جديدة في المجال هذا انتع التحديات وتع الادخار وقع نقول لك حبيبتي الادخار في المملكة تاعك انت اللي تقدري انه تسطره وانت اللي تقدري انه تديري له استراتيجية اللي تمشي عليها سوانت يا او لا زوجتاك وحتى بالنسبة للبنات اللي يقولوا لي احنا يا ازواجنا قانت خالد الافكار ارغو نقول لكم لبنات برك التفاهم التفاهم اهم حاجة انت يضروا كيشو فكراجلك تعرفي كيفاش تصيري الميزالية وكيفاش تكملي شهر بلا ما تتسلفي وتعرفي كيفاش تتدخري وكيجوك الضيافة على الغفلة ما تقوليش مكاش مثلا نعطيكم ايكزامبل السكر ضروق راه قليل وفي بعض المحلات رام يقولوا راه منعدم حتى في بعض الولايات الوغنتية كي تكوني دايرة بيتلخزين وعندك باكي ولا زوج بغي اكزامبل انت على السكر مثلا عندك زوج كيلو تقدري انه در وقت تجبديه وتكملي به هذا الشهر بذما توفرنا السكر فهمتوا لي لبنات هذا هو الهدف من بيتلخزين مشي تروحي تشري من كل حاجة بالدوبلو وبعدك لا لا حبيبتي لانه كي ينحاجس مع مدة الانتهاء الصلاحية لازم هذا وقاع ندوهم بعين الاعتبار وتاني لبنات تقسيم الشهرية راه حاجة مهمة بزاف 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 خاصة اذا كانت المرأة عاملة والزوج تحتني عامل لازم تعرفوا كيفاش تقسمي شهرية تاك ولا هو شهرية تاك وشهرية اخرى تقدري انه تسدي بها الديون تاك ولا حتى انه ديريها في مجال انت على الادخار وهكا الجمعي مبلغ مالي ممكن تحتاجيه في سكان تحتاجيه في سيارة في اي حاجة تكون ينتيع بثمانية انه توصلي لها كان هذا هو الفيديو تعيد عنها اليوم نتمنى حبوباتي انه يكون لإعجابكم ولو بالغليل وصفدتوه منه اكيد ما تنسوش الزينات بارتجوه لي لماكسيموم مع حبيباتكم مع العيلة هكا بشتعم الفائدة على الجميع ولجام البنات بسكر ان يشوف لجام رهما قليل بزاف هكا بشتجعوني تحمسوني ونزيد نجيب لكم كل ما هو جديد الى هنا حبوباتي كنت وصلت معكم الى نهاية الفيديو التعيد عنها اليوم مبقى لي غير استودعكم الله قلكم قرعوني في فيديو عن قريب سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر